احتفالاً باليوم العالمي للمرأة الثامن من مارس أقيم بجعار مديرية خنفر محافظة أبيان حفلاً خطابياً وفنياً وتكريمياً نظمته منظمة البحث عن أرضية مشتركة في إطار مشروع المرأة والسلام الممول من الحكومة الكندية بالتنسيق مع سلطة المحلية بالمديرية المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده الزميل ردفان عمر تواصلاً لاحتفالات نساء محافظة أبيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الثامن من مارس أقيم في جعار بمديرية خنفر حفل خطابي وفني وتكريمي بالمناسبة في الفعالية التي نظمتها منظمة البحث عن أرضية مشتركة ضمن مشروع المرأة والسلام الممول من الحكومة الكندية وبالتعاون مع السلطة المحلية بالمديرية وحضرها مدير عام المديرية الشيخ ناصر عبدالله المنصري ومستشاري المحافظة لقطاعي الزراعة والتربية والصحة الشيخ حيدرة دحا والأستاذ علي خضر مجمل ومدير التعليم والتدريب المهني مهدي القحيني ومدير الشئون الاجتماعية بالمديرية وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وقطاع غفير من المرأة ألقيت عدد من الكلمات بالمناسبة مدير المديرية نقل في مستهل كلمته تحيات وتهاني محافظة المحافظة اللواء الركن أبو بكر حسين سالم لنساء المديرية وكفة نساء المحافظة والمرأة اليمنية بالمناسبة معبرا عن سعادته بمشاركة المرأة احتفالهن بعيدهن الثامن من مارس متمنيا التوفيق والنجاح والتقدم في حياتهن على الصعيدين الخاص والعام بدوره ألقى منسق المنظمة بالمحافظة عبدالفتاح الحسام كلمة نقل تهانيه للمرأة بعيدهن العالمي وأكد خلال كلمته على استمرار دعم المنظمة لكافة أنشطة وفعالية المرأة في المديرية والمحافظة متمنيا أن تحقق المرأة كل أمنياتها وتصل إلى أعلى المراتب وتمكينها من إدارة شؤونها بنفسها والمجتمع بشكل عام كما شهدت الفعالية عدد من الكلمات للنساء المحتفيات وقدمنا القصائد الحماسية الوطنية ترجمة الصمود وتحدي المرأة في المديرية وأبين بشكل عام لكافة الصعاب والوقوف إلى جانب قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظة المحافظة اللواء الركن أبو بكر حسين سالم حتى تعبر أبين إلى بر الأمان وتنطلق نحو البناء والتنمية وتنعم بالسلام وشهدت الفعالية تكريم إثناء عشر امرأة بالمناسبة وسط مشاعر ممزوجة بالفرح والسرور والسعادة وقدمت بالمناسبة عدد من الأناشيد والرقصات لبراعم روضة براعم الغد أضافت إلى الفعالي البهجة بألوان من الغناء الأبيني وتراثه الشعبي الأصيل لقناة عدن الفضائية ردفان عمر محافظة أبين